مرحبا اسمي سارة بعد أن قمنا بتوصيل جهاز الراوتر في العرض السابق وتشغيل الجهاز نتأكد من مؤشر الكهرباء ومؤشر الشبكة لونهما أخضر وسنجد مؤشر الشبكة باللون الأحمر وهذا يعني أنه لم يتم معدوده بعد مؤشر خط الخدمة يجب أن يكون لونه أخضر وثابت وسنجد مؤشر الانترنت مطفي وهذا يعني أنه غير متصل أو لم يتم معدوده بعد الآن للإعداد علينا فتح متصفح الانترنت وأدخل هذا العنوان 192.168.1.254 وأضغط إدخال على لوحة المفاتيح أو اذهب في المتصفح في الغائمة من الجهاز يسرى أضغط على Thompson Gateway ستجد غائمة لانتقاء مهمة فأختر Setup by Thompson Gateway ستظهر نافذة صغيرة للأعداد ومنها أضغط على Next في النافذة التالية أختار من الغائمة Broadband وفي النافذة التي تليها تحتاج كتابة اسم الشبكة المخترح بخانة SSID Field وكتابة كلمة السر وأضغط Next بالنافذة التالية تقوم بدخل كلمة المستخدم والمرور التي تنقدمتها Like My Battle Co. وأضغط Next وبعدها أضغط Start لبدع عملية عداد الروتر وفق المعطيات التي ادخلتها انتظر حتى يتم عداد الجهاز وفي الأخير اضغط على Finish تهانينا جهاز الروتر أصبح جهاز الاستخدام استمتع بالخدمات من بيت الكو وعليك الانتباه إلى أن مؤشر الشبكة اللاسلكية سيتغير إلى اللون الأخضر مما يعني أنه يعمل ومحمل بكلمة مرور ومؤشر الانترنت أخضر أيضا وهذا يعني أن الخدمة فعالة لديك إذا زيدا من المعلومات تفضلوا بزيارة موقعنا بتلكو.com.ph وهوب.com.ph أو بتصو على 196 شكرا للمشاهدة